طلبات ايه الراجل في الجوازة التالتة او في مرحلة ما بعد الاربعين وعندنا صديقتنا بتقول لنا عايز اخطبه مش هقول اسمك طبعا عايز اخطبه من ماما هيفاء خلاص اعتبرت هيفاء ماما يا هيفاء دي مصير فخلاص كتير بقى عايزين يخطبوك ايه المتطلبات بالنسبة لك او بالنسبة لأي راجل في الاربعين او في الخمسين وعنده او عايز يدخل تجربة تالتة ده لو كان عايز بصي اهم حاجة بالنسبة لي اللي هي العقلية العقلية اللي هي يعني مثلا ان الستة تبقى فعلا هميمها وستقبلها هميمها نجحها هميمها نجح ولادها ونجح جوزها بس تدلع بس طبعا احب الدلع انت شخص تحب الدلع جدا جدا انا احب الدلع جدا طب انا عايز لك سؤال برج القوس القوس انت عشان تبقى شخص بتحب الدلع اذا انت تربيت على ماما اللي بتحب الدلع لها اصلا انا تبعتبر دايما ان فيه ماما كان بتعمل لك ايه احمد عشان ندي لك فرصة برضو كل اللي بتتفرجوا علينا احمد مامتو كان بتدلع او ازاي احمد يعني متحول لك غير ان انا يعني طول عمري والدي بيغلس علي ويقول لي ابن امك انت ابن امك اوه فكلمة ابن امك دي كان لزق فيا من وانا صغير كتب دايق منها جدا وبعدين لما جبرت لقيت ابن امك دي حاجة حلوة جدا طبعا حاجة جابير مش حاجة وحشة خالص بالعكس ماما كان بتعملك ايه طبعا كل حاجة في الدنيا يعني دايما كانت بتخدي علي بلاوي بتدري عليك بتسطر عليك جدا 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 لأقصى الدرجات يعني وفي نفس الوقت هي السورس الوحيد اللي انت بتاخدي منها اليمبارمت او التمكين والقوة يعني هي دايما مصدر القوة يعني اه يعني حتى الدور التمثيل ده لما جيت مسل طبعا استشارت الناس مقربين لها جدا استشارت الناس كتير لكن كان الرأي الاخر السائد بالنسبان اه قلت لها ايه رأيك اعمل كذا وكذا قالت لي انت قادرة ده حيدورك انت ولا حيفيدك قلت لها انا عايز كده الرأي ايه معلوش القفص كده مغير تفكير والعم اه قوليلي على طول قوليلي بقى كده اللي هي بركة الام اه لا تمام قلت لي بص انت نوعيتك بتحب تجرب حاجات جديدة كتير او يعني طول عمرك عندك البوس كده مغامر اه بتحب المغامرة وبتحب تجرب وما بتخافش وبتاع كلام ده كله تجرب وتخسر ايه طبعا انت كرجل بتحب الدلع انا مش هتكلم على احمد لكن انا هقول لكتير مستثرة اللي بفرجوا علينا هي الستة دلع الراجل اللي بتحبه ازاي يعني انتو بتحبوا ايه وما بتحبوش ايه علشان احنا عرفنا بس احنا عرف احنا تنع عنا خلال المبالغ فيه فانت سهل قولينا الرجالة بتحب ايه بس هي برضو قبل انا قعدت فكرت فيك يعني خلي بالك واحد بينفاصل مرتين وما بقاش لي حظ مرتين بيقعد يفكر في الكلام اللي انت بتقولي انت عايز ايه بالزار والاخر باكتشف ان علاقة الراجل بالست دي هي علاقة معقدة جدا ومتشابكة جدا يعني ممكن تبتدي العلاقة في الاول اثنين متفاهمين جدا تحبوا بعض قوي على مستوى اجتماعي واحد على درجة تفاهم عالية جدا وبعدين المواضيع تلاقيها بتبوز مرة احدة ما تفهميش ليه لكن ايه لمتطلبات الراجل هو زي ان بقولك انا بالنسبة لانا اه بحب اتدلع يعني بحب احس ان انا حدد لنا واحد اتنين ثلاثة وردو الاهتمام من غير عشان بس اوضح وردو من غير ما تكون من غير خانق من غير الانانية كمين ان انا بقى يانيني ان انا هذا اتدلع انا بس لا بس هو فيه زي ما انا بدلع انا بطبيعتي بدلع كمين يعني انا به popular لانه بحب احب ا Quốc بحب احب ارخي